شوف عملية احتلال العراق عام 2003 جرت بتواطع عربي ضد نظام الحكم في العراق دون حسابات بعيدة المدى أنا لا أنكر أنه قبل 2003 كان هناك مشاكل كثيرة بين العراق ومحيط العربي نعم أكو سياسة خاطئة أكو كوارث حصلت لكن لو أن العرب فكروا بمدى بعيد أن العراق فعلا بوابتهم الشرقية العراق وليس نظام الحكم فتحوا على أنفسهم بوابة الجحيم وتواطعوا مع الأميركان مع الإيرانيين طبعا الإيرانيين يعلنون أنهم ساهموا كثيرا في قضية إفغانستان وفي العراق لكن الحائق صانع السجاد الإيراني اللي ينتظر عشر وعشرين وثلاثين سنة حتى يكمل السجادة صاحب النفس الطويل لا يمكن مقارنة بعد تفكير سياسي بدول خليج هذا واقع هذا يمتلك عمق بالحكوم وحقيقة هذه وحسابات داخلية لديهم حتى عمق حضاري هذا لا ينكر هذا صراع جدلي مع العرب منذ آلاف السنين لكن استثمار إيران للوضع السياسي العراقي وترتيب أوراقها مسبقا هي كانت تمتلك المعارضة العراقية أو جزء كبير من المعارضة وكانت تمتلك تنسيقات مع الأميركان ويذكر حتى المرحوم الشلبي أنه كان يزور إيران وكان يطلعهم على التفاصيل ويعرفون الحراك بعض الدول العربية دعمت المعارضة العراقية دعمت فصائل شيعية وشخصيات شيعية وعطيتهم الأموال لإسقاط نظام صدام حسين لكن لا هي استثمرت تلك الشخصيات لأنها دعمت شخصيات ليست فاعلة أثبتت عدم فاعلية فيما بعد بينما إيران أخذت المقاتلين أخذت الفاعلين واستمرت في دعمهم إلى اليوم وهم بذلك أوجدوا جيل جديد من المقاتلين يعلنون اليوم ولاءهم المطلق وامتثالهم لأوامر السيد الخامنئي أنهم مع محور المقاومة أنهم بمعناهم أداة لتنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية وهم درع إيران خارجي العرب لم يستثمروا قبل 2003 معارضة عراقية حقيقية ولم يدعموا بعد العام 2003 سوى شخصيات لم تكن بمستوى لا الطموح ولا نجحت في عادة اللحمة العربية للعراق ولا استثمروا مشاريع حقيقية يعني العراق مرت به كوارث خلال 17 سنة ما كان هناك موقف عربي يوازي ما يحصل في العراق يعني مستشفى ميداني هنا مواد غذائي هنا لا تتناسب مع حجم ما حصل في العراق العرب أدركوا متأخرين أنهم خسروا البوابة الشرقية الحقيقية الأمة العربية ببعدها الحالي جغرافي فيها من الدول رحمها الله طبعا فيها مصر والعراق وسوريا والجزائر وهذا كان دول محورية مفصلية والسعودية لكن كل دولة ربما يكون سر قوتها في شيء اقتصادي شعبوي يعني عقائدي ربما جماهيري العراق كان المدافع الحقيقي عن الخليج وعن الأمة العربية العرب فرطوا بالعراق بسهولة لأنهم يعني ما كانتهم حسابات بعيدة المدى